مصمم لغرافيك حسان مرادي سعيد صباحك حسان صباح خير سعيد صباحكم يعطيك العافية على السمية أنجازات كتير حلوة شكرا كتير لكم شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا فيك حسان أنت كنت ترسم قبل قبل ما تدخل موضوع الديزاين والغرافيك بموضوع رسوماتك أو حتى يمكن التصاميم اللي عم تشتغل عليها تماما أنا لأ بداية المرحلة التعليمية بالجامعة أكيد كان في مواد فيها رسم بالإضافة للمواد التطبيقية لغرافيك على الكمبيوتر أو الديجيتال أرض فكان في مكس بهذه المواد يعني في تنوع شامل وكيف إجت الفكرة أنك تدمج بين لا بالنسبة للدمج يعني بدأت عندي فكرة دمج مفهوم الفن مع مفهوم التصميم عند مفترق الطرق للمفهومين لأنه في اختلاف كبير بينهم مع أنه أغلب الناس يعني عندها مثل فكرة فينا نقول خطأ أنه هن متشابهين بس مثل ما زكرت قبل شوي بالتقرير في أكثر من نقطة اختلاف أنه التصميم بالعادي بيكون إلو رسالة واحدة موجهة لفئة معينة من الناس واضحة تماما أما العمل الفني ممكن يعني كل شخص توصل لرسالة مختلفة عن آخر بنفس الوقت التصميم مقيد في أساسيات قواعد بالدويم شعلية بالعملية التصميمية أيا كانت كان تصميم بوستر هوية بصرية أو شعار أو أي شيء بس بالنسبة للأعمال الفني ما في أي قيود ما في حدود في جنوب صحيح تماما فعملت على دمج المفهومين ببعض من خلال هاي الأعمال حسن دائما يعني أي حدا بيشتغل بالغرافيك ديزاين بيكون فيه كميات الأفكار براسه وفي عجلة أفكار مثل ما بيقولون بشو عم تفكر هلأ وشو حابب يعني على حسب المرحلة اللي نحن فيها شو حابب تعمله بصراحة يعني بحس أنا عند المصمم العصف الزهني شيء لا إرادة أو عند الفنان أو عند صاحب أي عمل بداعي فأنا بحاول دائما نكون على استعداد لأي لأي شيء جاهز مشان تتولد الأفكار بسرعة كبيرة تكتب مثلا أنا عم فكر بكذا أو الضغري بتعود على الكمبيوتر لا يعني يعني بتيجي الفكرة بتيجي هيك ومضة يعني ما بيكون إلى خبر أنه رح تجي يعني ممكن نشوف شكل معين أو لون معين تكون بالطريق تشوف شيء فورا تستلهم منه شيء فتسجلوا بالنوت فورا شاهدنا من خلال التقرير أنك كنت عامل يمكن أعمال بتخص مقاطعات معينة كيف كان بيتم الترويج لهذه الأعمال وهلأ سمعت نقد ماء أو حربت بمكان ما تماما الحملة تبع المقاطعة بصراحة كانت أكتر حملة يجاء انتقاد عليها لأنه بالنهاية أنا عم حط براندات لمقاطعتها فهي البراندات أعلى جميل معروفة تماما من دخول ستارباكس فكان في دفاع شرس من الناس على البراند نفسه وهو يعني عم نقول براند بالنهاية فهو موجود بأزهان الناس لإراديا فطبيعي يدافع عنه طيب أنت كمان يعني شفنا خلال التقرير صفحتك على الإنستغرام هل عم تقدر فعلا توصل للشيء اللي أنت بدك يا وهل في عائد مادي من وراء هذا الشيء حاليا عائد مادي من الأعمال اللي عم تنتشر ما في عائد مادي يعني شغلة شيء منفصل بس نعم بالنهاية أنا عم برتاح بالتعبير عن أفكاري للناس وبنفس الوقت أنا بأيدي أدات وهي مثل أماني يعني لازم عبر فيها عن صوت الناس لازم استخدمها ما بضرور أي شيء استخدمها بطريقة مادية تماما لها حتى وصل الأهداف عم تفكر تعمل معارض إن شاء الله أو إذا عملت شيء؟ تماما هلأ من قرابة أسبوعين كنت مشارك بمعرض روح وكان فعالية ناجحة جدا وإن شاء الله بأي لوحات حسان شاركت بيروح؟ كان فيه خاصة إلى تسع لوحات هو بين مدن وبعض الفنانين قدمة فكان فيه تشكيلة فهلأ حاليا عم نشتغل على معرض جديد بمشاركة فنانين آخرين وإن شاء الله رح يكون على مستوى كبير قريبا بإسطنبول خلال الشهرين القادمين إن شاء الله أيضا معروح ولا فيه شيء خاص؟ فيه معروح وفيه كمان معرض تاني يعني حتى فيه حاليا عالميين رح يشاركوا إن شاء الله هيكون غرافيك بس غرافيك يعني هو على الأغلب بدي يكون digital art بشكل عام تماما حلو طيب بشكل عام ذكرت أيضا إنه مدينة إسطنبول عطتك إلهام معين يعني شو مثلا ممكن تستلهم من المدينة أو تعطي هيك فكرة جسدة كغرافيك إسطنبول يعني مدينة ملهمة عدة أسباب أولا هو وجود كتير ثقافات هذا الشيء كتير بفيد بالعمل الإبداعي يعني يعطيك أفكار لا إراديا صحيح في مساحات كبيرة ما في حواجد قدامك ما في شيء فكتير بتساعد على إنتاج أي عمل إبداعي بشكل أو بآخر يعني بس موضوع الحرية بعض الأحيان بيكون في حواجد فكرية أو شيء ما تستطيع تعبر عن أي شيء بيجول ببالك يعني أنت في شيء معين ببالك عن مع أنه جسنا بالتنقرير ما في شيء معامل لا ما في شيء معامل بس بيضل في حواجد يعني طيب حسان إذا فينا نعمل شيء مثلا لصباح سوريا شو ممكن أنك تعمل إذا بدنا نخلط الجرافيك بموضوع الفن بده بده صفني بده تخطير خلص صفونه معك بمعارضة بنعمل يكير أشياء من شكرك ونتمنى لك أكيد كل التوفيق حسان وقرأت خلال وجودك معنا وكل التوفيق لإلك بمشاريعك المستقبلية وبانتظار المعارض أكيد أكيد كل التوفيق لإلك شكرا حسان نهارك سعيد